على مستوى لاعبين في الخارج فعمر وردة سيفسخ تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي وده بعد أقل من أسبوعين من إعلان انضمامه إلى الفريق المغربي من أيام كانت فيه شبه أزمة وتنفت القصة من عمر وردة ومن إدارة نادي الرجاء بأن اللاعب لم يختفي وأنه موود ولكن النهاردة عمر وردة نزل صورة لي وهو طريح الفراش وهو واضح أنه في إحدى المستشفيات تواصلنا مع عمر وردة فأكد الخبر الزميل أحمد شاكر تواصل مع وردة لعب منتخبنا الوطني السابق وكانت له هذه التصريحات اللي أكد فيها أنه ليس مرتاحا قال شعرت ببعض المشاكل النفسية والصحية منذ انتقالي لفريق الرجاء شعرت بعد موجود دعم لداخل النادي خاصة بعد الأنباء التي ترددت الفترة الأخيرة بشأن اختفائي وعدم التزامي مع الفريق أشعر أن على عاتقي بعض الضغوطات التي تصعب علي التأقلم والانسجام والاستمرار مع الفريق اتخذت قراري بعد التشاور مع إدارة النادي بفسخ تعاقدي معهم بالتراضي سأعيد النظر مرة أخرى في العروض التي كنت أمتلكها قبل الانضمام للرجاء هناك بعض العروض من اليونان وقبرص طبعا هو آخر تجربة ليه كانت في القبرص في أبولون أحتاج لفترة هدوء قبل النظر في العروض واتخاذ أي قرار جديد مبروك يعني كان مبروك من كم يوم دلوقتي انتهت التجربة سريعا جدا بالتوفيق يا عمري في تجربتك المقبلة بإذن الله وإن كانت تحتاج إلى التركيز لأنه اللي جاي مش كتير على مستوى المسيرة الاحترافية لكن بالتوفيق إن شاء الله في المرحلة المقبلة على مستوى نجمنا